ثم الإعداد لطرح تصور طلابي وهو المثاق ديال طلبات الإحسان خلال نفس السنة ثم المواقف القيادة ديال العمل النقابي في أغلب المواقع الجامعية خصوصا عبر معركة كلية الطب خلال أبريل أبريل ماي 1991 والوقفة المشهودة في 19 غشت 1991 بمناسبة محاكمة أعضاء تعادو ديالة كلية الطب وأعضاء مكتب فرع الالتحاد الوطن طلبات المغرب بالدار البيضاء قيادة عملية إعادة الهيكلة ديال المنظمة الطلابية هذه كلها وقائع تقابلها على مستوى وقائع أخرى حيث عرفت فصائل يصار طبعا تظاهرا مستمرا خصوصا مع انسحاب أغلب الفصائل الحزبية من العمل النقابي لجوء بعض الفصائل لمزايدات سياسية ونقابية مثل معركة مقاطعة الامتحانة سنة 1988 محاولة الهيكلة التي عرفتها مدينة فرس سنة 1991 والتي بات بالفشال بإفراز مجلس التنسيق الوطني بسبب القسامات التي وقعت داخل بعد فصائل يصار هذه كلها وقائع تشكل الأرضية التي على أساسها وقعت محاكمة هؤلاء الإخوة في سنة 1991 هذه الوقائع تجمعت وشكلت لنا صيفا استثنائيا سنة 1991 حيث كان هناك الإعداد الواضح لدخول جامعي استثنائي مفاوضات بين الحكم بل مساومات ساومة بها الحكم قيادة الجماعة أي جماعة الإحسان المعتقلة أنا ذاك حيث حاول النظام فرض تنازلات خصوصا وأن إطلاق صراح المجلس الإرشاد سيكون في بداية سنة 1992 وأنا ذاك أراد الحكم أن يضبط حركة الجماعة التي أصبح وجودها وجودا معروفا ومشهودا له قبل خروج المجلس الإرشاد في مقابل ذلك كان بعض عناصر اليسار المتطرف بدأت حملة من الاستفزازات ضد الطلب الإسلاميين جعلوا لها شعارا معلنا في الإعلام الذي هو رفع الحضر الظلامي عن الاتحاد الوطني هكذا كان سيف 1991 بداية الموسم الجامعي لحظت عسكرة قوية والحضور المكتف لعناصر اليسار المتطرف في الجامعة خصوصا جامعات وجدا فاس من كناس وقني طيرا هذا الحضور الذي اكتسى صبغة اعتداءات متفرقة على طلبة الطيار الإسلامي خصوصا خلال استقبال طالب جديد كما وقعت في فاس أو التسجيل بالأحياء الجامعية كذلك ورفعت هذه الطيارات شعارا كذلك معلنا اللي هو المقاطعة الاجتماعية بفرض العزل الكامل على الطلب الإسلاميين وتهديد المتعاملين والمتعاطفين معهم هنا بدأت سلسلة أحداث بسرعة منهجية تحولت المقاطعة إلى رغبة معلنة لإقصاء الطلبة الإسلاميين من جميع مرافق الجامعة من الكليات والأحياء والمطاعي محتم الأحياء السكنية للطلبة ومن الحافلات وبدأ هذا المنع من متابعة الدراسة في مدينة وجدة منذ الأسابيع الأولى للسنة الدراسية بحيث طرد الطلبة من الجامعة وطردوا من الحي الجامعي منذ أواخر شتنبير وبداية أكتبر 1991 طردوا من غرفهم وصدرت منتلكتهم طبعا هذه الأحداث لا بد أن تبلغ إلى الرأي العام إلى السلطات العمومية إلى الرأي العام المحلي والوطني فتوجهت طلبة الممنوعون وطبعا هذا الأمر مدعوم بوثائق لا زلنا لم يكون حتى الآن توجهوا بنداءتهم إلى جميع السلطات العمومية والجامعية محليا ومركزيا كذا إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى جميع المنظمات الحقوقية ولأمة وخطباء المسجد وإلى وسائل الإعلام المحلية والقطرية الوطنية توجهوا إليها بنداءات من أجل رفع هذا الحصار الواقع عليهم والذي حرمهم من متابعة دراستهم بشكل عادي تلا هذه النداءات التي بقيت بدون جدوى تلا ذلك أن اضطر الطلب الإسلامي للدفاع عن أنفسي عن حقهم في متابعة الدراسة وولوج الجامعة وهو الأمر الذي تم دون حوادث تذكر لابد أن نؤكد هذا وهذا طبعا تفاصيل يمكن أن ندرسها بتفاصيلها خصوصا بعد التحاق أغلبية فصائل يصار بمدينة فاس لتعزيز صفوف رفاقهم هناك ترجمة نانسي قنقر